الرأي العام كله في العراق يتابع كلاما حول انقلاب قادم وتغييرا دوليا عنيفا للنظام النبوآت هذه ظلت بلا أي دليلا يشجع على تصديقها لكن الرأي العام يتلذذ بخيالات العرفين وعباراتهم المصاغة باحتراف والمحللون يتسألون لماذا يتلذذ العراقيون بنبوءة سقوط النظام لا ينجح عرف باختراق الأمم إلا إذا كانت في روح الأمة جروح غائرة تتسلل منها الأمان بالخلاص سواء كانت أمنيات ممكنة أو مستحيلة ولا يعود عند رجال الدولة في هذا الحال وقت لتدقيق كلام العرفين ونبوآتهم ودوافعهم بل ينشغل رجل الدولة بسؤال كبير لماذا تفرح أمتي بنبوآت الانقلابات والانهيارات لكن أحزاب العراق لا تملك فرصة لأسئلة كهذه فهي لا ترى في الشعب سوى وقود لحروبها وصراعاتها وتظن أن الجمهور عاشق لراياتها وتواريخها أما من يحلم بالتغيير فهو جزء من أقلية مرتبطة بالأجانب ومؤامراتهم لا يصدق السياسي في العراق أن الجرح الغائرة في روح الأمة هو الذي جعل تضحيات حراكة الشرين ممكنة ومنح الشباب شجاعة أن يصمد مطالبين بالتغيير رغم القتل اليومي والمجازر على مدى شهور عديدة ينشغل السياسي العراقي بكل شيء عاد السياسة ويأخذ معارك صغيرة مع خصومه دون أن يراعي أن السياسة هي فن الإدارة وتوفير العيش الكريم ويمر الصيف لاهبا وقاسيا على ملايين العراقيين مع نقص إمدادات الكهرباء وفي فصل جفاف شديد يشل الزراعة والإنتاج ويسوء حال الخدمات الأساسية وتتراجع الكرامة إلى أدنى مستوياتها لكن السياسية في العراق لا يرى في ذلك إلا ذنب الحكومة السابقة والأسبق منها والأسبق ويريد فرصة جديدة إلى ما لا نهاية ليصحح ويطلب من الشعب أن يصدق الوعود ويتجاهل النبوآت التي تعود للعرافين حول الإنقلابات والإنهيارات وهل يحتاج نظام عاجز نبوء تعراف لكي يسقط وهل يلوم أحد الأمة بجروحها الغائرة وهي تتلذذ بسيناريو الإنهيار والإنقلاب ومحاكمة الساسة الذين صموا آذانهم سنين طويلة عن سماع أحلام الجمهور البسيطة ليس مستغربا سقوط الأنظمة حين يتجاهل رجل الدولة ألام شعبه فالغريب هو بقاء نظام الفاشل وظيفيا والعجيب هو صمود الأحزاب التي بقيت سنين طويلة أصغر من الحراق